السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل هذا هو عنوان البيان الثالث في سلسلة بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بشأن فايروس كورونا والذي كتبه بتاريخ السادس والعشرون من رمضان لسنة 1441 هجرية والموافق التاسع عشر من شهر مايو لسنة 2020 بسم الله الواحد الغفار العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار محمد رسول الله بالذكر للناس كافة ويا معشر صناع القرار قادات البشر وشعوبهم أجمعين في مختلف الأقطار إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثانية وفرادة ثم تتفكروا من أصدقه الله التحدي بالحق على الواقع الحقيقي في شأن ما يسمونه فيروس كورونا فهل تحدي كافة أطباء البشر؟ أم تحدي المهدي المنتظر عبد الله وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني؟ وذلك لكي تعلموا علم اليقين أنكم لا ولن تحيطوا بشيء من علم الله إلا بما شاء سبحانه عما تشركون وتلحدون بسبب ما غركم بما عندكم من العلم الحديث وأحاطكم بما لم يكن لدى الأولين ثم غركم بما لديكم من علم تقنية المعلومات والعلم في مختلف المجالات ولذلك تحداكم بما لا تحيطون به علما ومن أصغر جنود الله حتى جعل معلوماتكم صفرا على الشمال يا معشر الذين فرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أنهم لقادرون على كل شيء فأهان الله قدرتكم وأذلك برياءكم وأذهب غروركم بأصغر جندي من خلقه لا يرابل عين المجرد لصغر حجمه وذلك لكي تعلموا قدر أنفسكم وكذلك لكي تعلموا علم اليقين أن داء عذاب الله الخانق ما تسمونه فيروس كورونا لن يكشفه عنكم غير الله وحده فليتوبوا من كبائر الإثم والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك ويقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومن بعد التوبة فليقولوا اللهم إني عبدك أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جنتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرف عني فإنا مؤمنون بداعي الحق من عندك اللهم اكشف عنا عذابك من كل باب لنتبع سبيل الحق من عندك وأن تثبتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك قلت في محكم كتابك وقال ربكم دعوني أستجب لكم فمني الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إنك لا تخلف وعدك ربنا سبحانك فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين اللهم تبتنا على الوفاء بما وعدناك به أن نتبع داعي الله العالمي خليفة الله في الأرض الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اللهم اجعل بعثه نعمة علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهدي ناصر محمد اليماني ومن رفض هذا الدعاء فحتما سوف يصيبهم عذاب ما يسمونه فيروس كورونا وهل جعل الله آية فيروس كورونا إلا آية تصديق بيان تحدي الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في بيانه بتاريخ عشر رجب بعنوان فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وجعلنا الدواء والحل هو في عنوان البيان وهي الحكمة من عذاب فيروس كورونا الأدنى والحكمة للشفاء من عذابه هو لعلهم يرجعون إلى الله فيتوبون إلى الله متابة فيتبعون داعي كتاب الله عبده وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فإن أعرض المستكبرون عن هذا الدعاء فاعلموا يا معشر الأنصار أن الله لا ولن يجيب دعاءكم برفع عذاب الله الخانق عن المجرمين في العالمين وذلك حسب علمي في الكتاب أنه لو يرفعه الله عن العالم برحمته دونما يعلمون أنه آية تصديق لمن استفاه الله للناس إماما خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد وأكرر وأذكر أن لو يكشفه دونما يعلمون أنهم من آيات التصديق لخليفته المهدي ناصر محمد اليماني بأنهم سوف يلجوا في طغيانهم يعمهون فيستمر في الإعراض عن اتباع داعي الله وخليفته ناصر محمد تصديقا قول الله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر نلجوا في طغيانهم يعمهون وما جاء في بياني هذا شرط في دعوة الداعي ومن استنكف واستكبر من صناع القرار أن يكون عذاب ما يسمونه فيروس كورونا هو آية تصديق البيان العالمي الذي صدر في تاريخ عشر رجب سنة 1441 هجرية فذروهم يسيطرون على ما يسمونه فيروس كورونا إن كانوا صادقين وإن كان فيروس كورونا حقا وصل إلى اليمن بعد أن حجزه الله عنهم شهورا لعلهم يشكرون فوالله ثم والله لا ولن يستطيعوا السيطرة على ما يسمونه فيروس كورونا العالم بأسره وهم مستكبرون عن داعي الله وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فلابد أن يعلم الجميع أن عذاب ما يسمونه فيروس كورونا ومن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يتضرعون إلى ربهم ليكشف عنهم عذابه برحمته ليتبعوا داعي الحق من ربهم ويسلموا تسليما بعد أن علموا أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هو حقا خليفة الله على العالمين كونه لا فائدة من رفع عذاب الله ثم يستمرون في طغيانهم يعمهون ثم يهلكهم الله بعذاب أكبر مما أصابهم فاسمعوا وعوا قول الله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر نلج في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم فلابد أن يطلع صناع القرار في مختلف دول البشر على بيان التحدي العالمي والذي كتبناه في تاريخ عشر رجب سنة 1441 بعنوان فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن ثم ينظروا إلى نقاط التحدي بالحق في ذلك البيان القديم في تاريخ عشر رجب سنة 1441 ووضعنا في ذلك البيان القديم نقاط التحدي نلقصها كما يلي أولا إنه عذاب عالمي من الله وليس مجرد وباء عالمي ثانيا إنهم لا ولن يستطيعوا كافة أطباء البشر أن يعلموا كيف تكور فيروس كورونا ثالثا إن كافة أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يسيطروا عليه فكيف يسيطرون على عذاب الله سبحانه رابعا إن كافة أطباء البشر مسلمهم والكافر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجا أو لقاحا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا خامسا إنهم سوف يجدون من مكر ما يسمونه فيروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبهن وهذا البيان الذي ذكرنا فيه نقاط التحدي صدر بتاريخ عشر رجب وما يسمونه فيروس كورونا كان لم يشتح بعد إلا الصين وإيران وأما دول العالم بأسره فزلزلهم زلزالا عظيما من قبل أن يأتيهم فيشتاحهم والسؤال الذي يطرح نفسه فهل حقا أصدق الله عبده وخليفته بالتحدي بالحق على الواقع الحقيقي؟ وذلك لكي يعلموا كافة صناع القرار في كافة دول البشر وشعوبهم أنا لصادقون وأن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني حقا يعلم من الله ما لا يعلمه كافة البشر كون الله أته علم الكتاب القرآن العظيم ولست بمجنون يا معشر العالمين أن أعلن نقاط التحدي من قبل عجزكم هذا جزافا من عند نفسي هيهات هيهات فورب الأرض والسماوات أني أعلم ذلك في كتاب الله القرآن العظيم وإنما أسميته بما تسمونه فيروس كورونا من أجل كلمة البحث في الإنترنت العالمية وأبشر العالم بأسره بآيات عذاب مقبلات جوا وبرا وبحرا إضافة إلى ما يملي لهم من عذاب فيروس كورونا حتى يقضع لخليفة الله المصطفى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ويسلم تسليما فهل اشترطنا على علماء المسلمين في العالمين وجميع المختلفين في الدين من الناس أجمعين إلا أن يقبلوا الله حكما بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم وأن ليس على خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلا أن يستنبط لهم حكم الله في المسألة من محكم كتاب الله القرآن العظيم فاستكبروا على خليفة الله وكتابه القرآن العظيم الذي أعرضوا عن اتباعه وترك ما يخالفه وأنا أدعوهم والعالمين منذ خمسة عشر عاما فأعرضوا واستكبروا على خليفة الله حتى غضب الله لكتابه ولن يجدوا لهم من عذاب الله مصرفها إلا التوبة إلى الله والإنابة ليهدي قلوبهم ليتبعوا داعي الحق من ربهم خليفة الله في الأرض وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ويسلموا تسليما وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني